الاخطر من السلاح الروسي المنتج الاكبر حول العالم هي عزلة روسيا بثرواتها اوراق يقلبها بحذر قادة امريكا والغرب اذ لن تكون العزلة الروسية على حسابات دفتر موسكو فحسب بل انها كارثة بحجم حرب اقتصادية طاحنة ستلتهم نيرانها معظم دول العالم تحذير يعلنه شيوخ الاقتصاد العالمية ثروة موسكو تقدرها وزارة الموارد الطبيعية الروسية باكثر من 900 مليار دولار امريكي كحد ادنى عند قياس انتاج النفط المقدر بعشرة مليارات طن واكثر من 14 رليون متر مكعب من الغاز مخزون الذهب الروسي يقدر ايضا ب1407 اطنان اما الماس فيصل الى 375 مليون قراط كحد ادنى وفق ما يطرح من ارقام كبيرة في حسابات المخزون الخام في روسيا فان لغة الانتقام التي يقودها بوتين لقادة الدول العظمى قد تأخذ طريقها في اتجاه كارثي يشهده العالم في الايام والاسابيع والاشهر المقبلة ومع ما يبث من تهديد غربي اوروبي لوضع روسيا في عزلة اقتصادية الا انه سيف ذو حدين سيدرب اقتصاد امريكا ومن معها سيما مع تغيير في خارطة التحرفات الاقتصادية قد تجبر امريكا عليه لتغيير موقف ادارتها التي يقودها بايدن وسياسته مع الانتاج السعودي مثلا في جانب اخر قد تنتعش دول صديقة لموسكو بعيدة عن الخط الامريكي لتدخل على خط النفط الروسي اما خوف دول العالم الثالث سيما القابعة تحت ظروف امنية واقتصادية ربما ستدخل عاصفة الغليان الاقتصادي اذا ما اخمد بركان العقوبات على روسيا في اقرب وقت ممكن اشتركوا في القناة